السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والبنات كامل يدخلت القناتي نقول لكم مرحبا وسهل بكم نورتوني غالياتي اليوم راح نعمل واحد الوصفه قطو من ارواح ما يكون صدقوني مقادير بسيطة جدا حتى التزيين كنت قدرت لكم واحدة تقدروا تقولوا كريمة صوص رائعة باش تزينوا بها هاد القطو الرائع يعني بلا ما تحوط شروع معجون و كرامل قدرت لكم واحد الوصفه من ارواح ما يكون ثنين في واحد سلوا سلموا كامل على رسول الله غالياتي الي ادخلت القناتي اكيد يفرحني ويهمني انكم تحطوا رجال الله يسعدكم في الدارين يا ربي نبدأوا بسم الله عندي مية وخمس وعشر قرام طاع مارغارين هذي مارغارين عادية فقط هذيك اللي تجي في الورق مغلفة في الورق انتم ما ديروا اي مارغارين عندكم عندي حبابيض عندي كيس سافلون بوزن خمسين غرام اللي عندها بالملاعقة الكبيرة عندي زوج ملاعق كبار تح سكر عادي عندي حده هنا درت لكم السكر العادي عندي لاباني عندي رشة الملح ولي ما عندها شهناية الفنو تقدر تعوض بنص كاس تح سكر عادي وعندي هذا اللي درت وضركه نص كاس تح انشاء يعني مقاديرها بسيطة طريقة تحضيرها من ارواح ما يكون يعني بسيطة جدا حطيت كامل مكونات في الصحن عاكا وبدت نخلط فيهم بالخلاط الكهربائي تقدروا تخلطوا بيدكم ولكن بالخلاط الكهربائي ديمن نقول لكم يعطيكم خفة في القطو وهاشاشا انا البنات هنا ايات حصلت على هاد اللون الصفر من هاداك الفلون اللي احبيتو ديرو فلون ذوق شوكولة فراز كارامل ما عندكم ش قوتلكم عاوضوه بنص كاس تح سكر عادي البنات هنا علاها نخلطوا مليح ضروري تخلطوا مليح بش هاداك السكر تح الفلون والسكر اللي درناه يذوبنا وعلا مقاديرها بسيطة جدا كما شفتو البنات هنا ما زلنا نجمع غرب الفارينة وتكون معانا واجدة خلاصاني نحيط الخلاط الكهربائي دو نجيب الفارينة ستخوني شكل تحاش باب والبنات ثاني هايلا حطيت هنا الكاس اللول تاع الفارينة عندي ملعقة مع مرامليح تخاميرات الحلويات ولا تقدو ديرو نص كيس وزيت نجيب الكاس الثاني تاع الفارينة نبدأ نحبه هنجمع هنجمع غرب حبابيب ونحبه ندلكم فيه زيت اللي ما عنده هكا تقدر تديره غرب مية وخمس عشرين كرام تاع مارغاري هنجمع نكمن نجمع هنجمع حانا مثلا تغصميا يبنا بلي عندي يعني هالكي حين رأغر ارزبتة مازال ما نطم ليش مليح نزيد نبقى نحط في الفارينة بالأقل على مراحل حتى نتحصل على تشينتكم طريقة يليك اللي بنا تشوفوا شكل تحاش على الشباب يعني يلقاهم تحاها هايل تقدروا تديروها اي شكل رافيب لكم هاوليك شحال بقاليم الكاس الثاني ونجوزو هنا باش نشكلوها التشكيل ثاني حندير تشكيل بسيط جدا تحبوا بهذا ولما عندكمش كامل هاد طوابع تقدروا تديرو شكل عادي يعني تشدو كويرا ديرو لها ثقب في الوسط وتحطوها طيب انا رايح نختم بهذا المون يعني راهم كاين عدة اشكال اختاروا اللي ناسبكم ولاكا هان تقدروا تديروها يعني كويرا وتحبطوها اه بالبوشون هادك تع القرعة ومهم يجي فيها هاد الثقب في الوسط باش نعمرهم بعد بوحد الكريمة رائعة ثاني درتها لكم بمقادر بسيطة جدا هنالبنا تشوفونا دايما ندير هاد المولف الفارينة ومبعد نخطوه على بلي حين تقولوا لي سهل على روحك وديري كيس بلاستيكي هكيد بينا بلي سهل على هذي ولكن النتيجة مش راح تكون كيما هذي ما يعطيكم مش هذو كل خطوط كيف كيف هنه حطيت هاد الكاطو في سنيوه كيما راكم تشوفو عندكم او ما عندكم شوارقة طهي كيما تحبوا المهم هاد الوسط ما تلسقش فيها المارغاري ندخلها الفرن الساخن على 180 درجة حتى تتحمر سيتنشعل لها من الفوق ضروري البنات الكاطو كامل لازم يطيب من الفوق ونتحصلوا على اللون ذهبي ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض هذيك الكريمة شوفو البنات بالنسبة للتزيين التزيين بسيط جدا عندي اربع كاس تاع السكر العادي حطو في كسرونا ولا في مقلة ولا كيما تحبو خلوه يتكرمل على نار قليلة ما تمسوهش كامل نقسوه للنار وخلوه يذوب ما تخافوهش نورمال بزاف تقولك الكرامل نهابوا منه ولا لا لا نورمال الكرامل نقسيه وبرك للنار وخليه يذوب شوفو البناتها وبدأ يذوب ليني وريتلكم انا ما حبيتش نقطع لكم باش تفاهمو ما زال ما مسيتو اش عاوليك والا انا نقسلو كامل النار حتى ذابلي من بعد قدرت ندير فيه نورمال يعني هذا المغروف تعلوح ونحركو اذا حسيتوه وراح يفوتكم يعني فات هذا اللون طفو طفوان النار بعد عاودوش شعلو حطيت ملحقة صغيرة تعمار كارين وانا هاي ليك ذوبتها من بعد جبت علبة تعيوغورت بدوق الشوكولات هنا البنات حين تحصل على مزيج رائع مزيج بين الشوكولات يعني الكرامل صدقوني من اروع ما يكون يعطيكو محت البنة في هاد القعطو مميزة ولا زيت حطيتها النار دايمن تكون قليلة الليبنات السكر متخلوشي حمار بزا في ولي ذاهبي فقط رفضت لي غلياري حانضيف لها البنات شوفوا هاد القطع تعال الشوكولات كانوا عندي شوكولات واغلة ما عندكمش نور ما تقدروا ما تديروهمش وكنت اضفت رشة على الملح ضروري تديرو رشة الملح ضروري البنات انا فقط هنا محلب عليش على ما بانتش المهمتو ما احطو رشة على الملح واخلاص حاولي كلكاتو بعد ما اجبتوهم الفرن وهذيك السوس يعني مزيج بين كرامل وشوكولات شوفوا كيفاش تجيلونها لامع وكأنها شوكولات رايحة نحطها هنا يا نعمر بها هاد ثقوب في الوسط هناك تحطو البنات ما تحطوش كمية قليلة احطو كمية مليحة باش ما تكيت اكلو القاتو يعني تستبنو هاد السوس الرائعة ما تنسوش البنات رشة الملح في هاد السوس تحشوكولات والكارامل ضروريه بالنسبة للتزيين انا دايما نقولكم تزيين اختياري انا كانوا عندي هاد الف سوس كنت حطيتهم العقاش حطيتهم هاكامل فوق للتزيين فقط انتمه ليكم الاختيار وهناك نلقطو تعنا واجد البنات دلتوبر كان في لي كيسات ستقوني وصفة من اروع ما يكون هذيك السوس رائعة كيما قلت لكم البنات عادي تقدروا ما تديروش يعني هذو كل ربع قطعة على الشوكولات في الاخر لاحبتو ذوق مركز يعني تاع الشوكولات تقدروا تزيدوا ملعقة تاع كاكا وفي هذيك العلبة تعليها غرد اشتو ذيك العلبة تعليها غرد كخمديسيق شوكولات ضيفوا لها ملعقة ولا نصف ملعقة تاع كاكا وحركوها باش تتحصلوا على ذوق شوكولات مركز شوفوا البناتان يقسمتها لكم باش تشوفوها من اروع ما يكون يجيكاتو يذوف الفم هذه هي غالية دي وصفتنا النهار اليوم اتنساني شبجان اشتراك في القناة دايما نقولكم هذي شي يسعدني ويفرحني اكيد وتقدروا تبارتجوا هذي الوصفة مع العائلة والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي يصدقوني من اروع و اهلذ الوصفات بالنذوق و شكل السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته غالية في فيديو جاي ان شاء الله السلام عليكم